قصة تحدي وإسرار عزيمة عم نذير لمواجهة مرض سرطان كانت أقوى تعايش معه راضياً بقدر الله ولم يستسلم روح وإرادة كبيرة في كل خطوة من يومياته في 2013 وأنا مع هذا المرض وأنا سارع هذا المرض مهما كانت الظروف ومهما كانت الألم ولكن نتحدى ونحن نتخمسين في المياه في كمقم الحنى في حالة نفسية لن نتغلب على هذا المرض والحمد لله رأنا كما قلنا نداوي ولا بس الحمد لله في هذه الساعة الرجاء من المولى عز وجل في شفائه ولمرضى المسلمين في كل الصلوات الدعاء واتخاذ الأسباب لذلك دعا من العائلة خاصة الزوجة ووليد الكبير ثاني وبالنتي قلعي له ساعدني بزاف هي سنوات من الصراع مع الألم وكل الأمل في الله وها هو العم نذير يرفع يديه تضرعا للمولى عز وجل أن يكون الشفاء قريبا وعاجلا تضرعا للمولى عز وجل